ما توقع أن يكون دوركم في العام القادم و... هنظرتكم للعامين القادمين لن تكاهن عما يفعله أي شخص آخر كنت توقع أن سؤالك يدور حول عملي أنا أعمل في نجسي الشؤون الخارجية والسياسة الخارجية هذا أخطر وقت نعيشه من الحرب العالمية الثانية خصونا كرة الشمالية وصين وروسيا وإيران وكلائها كلهم يتحدثون فيما بينهم ولديهم قاسم مشترك كلهم يكرهوننا ويردون التقويضة دورنا في العالم وتقليصه قد يبدو ذلك قديمة طراز بالنسبة للبعض ولكن أنا لازلت جمهوريا من أتباع ريغن وأعتقد بأن دور أمريكا في العالم لا غنى عنه إطلاقا حتى وانت كنت بتخوف من التكلفة فمن المهم أن تعرف بأنه في ذروة الحرب العالمية الثانية 73% من نتج محل إجمالي أنفق على الحرب 37% وخسرنا أكثر من 400 ألف أمريكي وخلال ريغن من دون نطلق رصاصة واحدة كان نفق 6% من نتج المحل الإجمالي ونحن حاليا ننفق 2.7% ونحن بحاجة إلى تعزيز الإنفق من أجل منع مواجهة ونزاع مباشر مع خصومنا من الأرخص منع الحرب أرخص من خوضها وهذا هو تركيزي للعامين أو العوام القادمة لم أتخذ القرار فيما يخص هذه اللجنة وأتمنى أو المسؤولة السابقة لا أعرف أن كان يهمه بما سأفعله أو دوري في هذه اللجنة علينا أن ننهي هذا العام أولا وهذا دائما يشمل الحوارات بين سناتر شومر وأنا حاول كيفية نهاية هذا العام ولكن الأرقام بدأت تبرز أطلقت سيرتك الذاتي وكان في انتقادات لاذعة أنا لست هنا لمراجعتي كتابي تحدث عن في الأسبوع القادم سيختارون قاعدة الأغلبية بين زملائك ما الذي استفاده زملائك من ليلة أمس جودة المرشح ضرورية ومهمة جدا وأعتقد أننا كان لدينا أفضل مرشح يوم أمس كنت أنت قاعدة الغالبية ومع الغالبية طفاء في مجلس النواب والشيوخ ما بدأت تحدياتي يستواجهونها مع سيطرة الجمهورين أنت طالب تاريخ أفضل مني منذ انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ عام 1914 حزبي لم يكن لديه أكثر من خمسة وخمسين مقعدا الديمقراطين كان لديهم الغالبية القصوى خلال الثلاثينات من القارن الماضي خلال براك أوباما مثلا أو رئاسته فبلا شك كلما زاد عدل المقاعد كلما كان أفضل ولكن هذا ليس ستين صوتا كما حصل في رئاسة أوباما أعتقد بأن دانا كان جيدا مع الغالبية الطفيفة خلال الإدارة السابقة والتعيين القضاء في المحكمة العليا وقضاء الآخرين والإصلاحات الضريبية نعم الدور سيكون أصعب ولكن نحقق نجاحا مع الغالبية الطفيفة وسنحقق نجاح مرة أخرى